السلام عليكم الابنات مرحبا بكم من جديد معي في قناة حلويات أم عبد المقيد حلقة أخرى كتجمعني بكم واليوم ما غديش نقول لكم نوجده حلوة ما غديش نوجده شيوة إنما غدي نتقاسم معكم واحد الوصفة رائعة وصفة غزالة ووصفة ماجي كلا بغينا نسميها لأنها فعلا سحرية بالنسبة لعدة أمراض وكذلك العدة حالات ديال التعب والإرهاق وفقر الدم والحاجة اللي زوينة فيها هي أنها كتزيد الداكرة بالنسبة لوليدات ديالنا خاصة في الوقت ديال الامتحانات كذلك كتساعدهم على يجاوزوا هذك الشحوب في الوجه أو للإسفرار في الوجه وكتعالج فقر الدم من أول مرة وبزاف الناس من اللي كيصوموك يعاني ومن المشكلة ديال الصخفة ما يبقى وشقديني وقفوه وحاجة أخرى تتولي تحسيب هذك الخافقان ديال القلب هذ الوصفة رها رائحة وغزالة نتمنى أنك تجربها تبغتجيها مع ناس في ديقروب ربما تكون أي سبب في علاج عدة حالات شكر خاص لكم على التتبع عند مباشرة للوصفة ديالنا وتتبع معي حتى الآخر النصائح فرجة ممتعة للجميع نبدأ وعلى بركة الله بالنسبة لعلامات ديال فقر الدم شوفي بيدا واش كتعاني من هذ العلامات او لا عندنا التعب والإجهاد الزائد حيث يلاحظ عدم القدرة على رفع الرأس والكسل بزاف الناس كيحسوا بدك تعب وكيحسوا بلاعية بدون ما يديروا أي مجهود او بدون ما يسيكون عندهم اعمال شقة ولا يتعب في النهار ديالهم ولا شي اعمال كثيرة يحاولوا يديروا هذ القديقات يديروا تحليل ديال فقر انتم ويرقبوش عندهم هذ المشكل غالبا كيكون عندك كذلك صداع ودوار مستمر تقلب المزاج والإنفعال الزائد خاصة عند النساء الحوامل وهذا الشي اللي يخليه بعض المرات بعض الناس عصبين نحن كنقول لا رأيك لغدية لهم هكك لكن دفوت يكون المرات هي اللي كتسبب لنا هذه الإنفعالية الزائدة كذلك هشاشة الأظافر وسهولة تكسرها ضيق في التنفس عند صعود الدرج وخلال ممارسة التمارين الرياضية المختلفة الإغماء وفقدان الوعي كذلك فقدان القدرة على التركيز أنا شخصيا هاد فقدان القدرة على التركيز هي اللي خلاتني أنني نبدأ نبحث على وصفات أو نجرب وصفات ونستعن بوصفات لتعالج فقر الدم لأننا نتقريبا ندر التحليل لده بربع سنين وعندي مشكل ديال فقر الدم مع ذلك كنقول أنه أمر عادي صفي دبعي يتقال الجسم بحديث هذا وما كنتش داريا بالخطورة دياله على الجسم بالمرة كنقول صفي حدك مازال راكي واقف وانتغاده ولكن ما تنسيش بأن نرى الجسم غادي وكيف قد القوة دياله مع المرض حتى واحد الوقت صفي كتولي بعد خفاب العيانة ولو ما تديري تحاجة كثيرة كتولي وخاصة بالنسبة التركيز يعني كتولي الدكرة كتمشي لك وأكيد سنتقس معكم تجربتي بخصوص هذا الموضوع كذلك برودة في الأطراف والشعور بتعب وتنمل في الأطراف للجين والرجلين شحوب لو البشرة والجلد وصفراره ومن بين المضاعفات البنات ديال الفقر الدم تكون الوليدات قصارين وحاجة أخرى بالنسبة فقدان الطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة اليومية المعتادة هذه من بين المضاعفات ديالو وكذلك اضطراب القلب وعدم انتظام درباته دفوتا نحسو بقلبنا كي يضرب بزاف خفقا القلب المتزايد وذلك بسبب الدافع القلب لنا بسرعة لإمداد خلايا الجسم بكيميات أكثر من الأكسجين دفوتا نحسو بقلبنا كي يضرب فوت القياس كي تحسي غدي يخرج من بلاستو وردو البال وردو البال الابنات لهذا المرضى للمشي غل مجرد اسم فقط وانا كنقول لكم انني انا تهاونت في العلاج ديالو وللأسف الشديد اه خسرت بزاف من صحيه ومنطاقة ديالي هادشي علاش كنأكد انكم تجربوا هاد وصفه ولو ما سكونوا مراد تدروها لكم وبالنسبة لولدات ديالكم كذلك وخا ما تكونوش بالمرة مرادين وهاد وصفه يمكن تلحوامل اديروها اهنا كيف كتشوفوا معايا غادي ناخد جوج ديال الباربات يكونوا متوسطين او لوحدة كبيرة المهم هي انهم يكونوا جداد غادي نغسلهم زيان من بعد غادي ننقيهم ونقطعهم بهذا الشكل ماليش ندرو غادي الباربات بوحدة انهم غادي نزيدوا مكونات اخرى وصدقوني لبنات ولو ما تكونوا يشعني من فقر الدم اللي كتشربوا بهذا العاصر قسما بالله العادي انت كتحسي براسك كتتوقضي وكتحسي براسك اه حيد هادك التعاب وحيد هادك الارهاق منك غير اعتامدوه اردوا لي الخبار احنا دابا نيسا نشوفوا بزاف الوليدات اللي تكونوا تعاني ومن هاد المشكل دي القصر اللي قاموا احنا كنقولوا لا را مناش ولكن ما بقتش تغذيتنا اعتامدوا على التغذية الطبيعية بالنسبة الناس اللي اعتامدوا وكذلك من فقر الدم اعتامدوا على الاكل دي اللحم لان الناس اللي نباسين كي يجيهم المشكل دي الفقر الدم لحيمية ما تديروش اي حيمية كانت ما تتبعوش اي ريجيم ماشي مهم انا كي تكون اغلايدة ولا منفوخة ولا الشكل ديالك ما متناسق شويك المهمية انا صحتك تكون مزيانة لان ديفوهم اللي كان ديروش ريجيم خطأ كي يرجع لنا سلبا سوف نأخذ الالة الكهربائية اولى الطحانة سوف نوضع فيها الباربة كيف تشوفوا معايا من بعد سوف نأخذ واحد البانانة سوف ننقيها اولى القشرة ونوضعها في الخلاط الكهربائي سوف نأخذ كذلك ليمونة واحدة سوف ننقيها بهاد الشكل كيف كتشوفوا معايا من الافضل تكون ليمونة اللي يكون فيها شوية ما ما تنسوش بان الناس اللي عندهم فقط دم حاولوا تتقلبوا على اشياء اللي كتحتوي على فيتامين بيدوز جيم لأنها تساعد على امتصاص الحديد بالنسبة للجسم أنا دي فورا كان ناكلوش حاجة فيها الحديد ولكن ما اللي ما كيكونش عندنا الفيتامين بيدوز وما تنسوش وما تناكلوش حاجة فيها فيتامين فيتامين جيم كي ما تخليش الحديد بالمرة يتمتص ناكلوش من بين اهم الأغذية اللي كتحتوي على فيتامين بيدوز عنا اللحم الحمراء الكبد السمك والدواجن كذلك الحليب والبيض والجبن والحويج اللي كتكون خضرة في اللون ديالها ودابونينا كنشوفوا بزاف الوليدات ما بقتش عندهم ديك السرعة ديال الحفظ او لا نسيان كثير تحاولوا انكم تجروا لهم هاد العصير كذلك نسيان هنا كيف شفتوا معايا خديث الطيحان اللي غدي ناخده يكون خضر غدي نقطعه غير هوه يكون جديد اللي لقيته الطيحان ديال غنمي يكون حسن وما تخافوش العصير ما غديش تجي فيها الريحة بالمرة غير هو الطيحان يكون جديد غدي نحلوه بهذا الشكل اللي بنسبه الجلدة كي حيدها الكزار عنده قوليه تلبي منه انا ويحيد اديك جلدة للفوق وكنجيبوك تخضي بلصة لما يكونوش فيها هاد العرق او لا شعر قهكة الكبير وكتبدي كتبدي تحيدي هاد العرق هاك هذا كيف تشوفوا معي من بعد من بعد هناك كيف ما تشوفوا اخذيت طيحان يمكن انكم تديروا حتى الطيحان اللي عودرته يتباع في الجميع بالنسبة للناس يمكنكم انكم تستعملوا الطيحان اللي عودرته هو غني بالحديد كيف كتشوفوا معي من ذاك النهار يكون جديد جيبيه تخدمي به مباشرة ما تديره لف مجميد لف كونجيلاتور لا تحاجة كيف كتشوفوا غني 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 بانانة واحدة ليمونا واحدة ونضع تقريبا 20 درهم ديال الطيحان نضعها مع المكونات وهذا نضع جوج كيسان ونص تقريبا ديال الماء كل كاس يزن 125 ميلي جوج كيسان ونص هذا كيف كتشوفوا معي من بعد ما كنتحنو كنحصلو على واحد العصير اللي متحن زيال ما كيجيش به في الطيحان بالمرة بالنسبة لهذا العصير كتتاخده على الصباح على الريق وكتبقى يساعة عادة كتتفتري من بعد اما في الايام ديال رمضان كتتاخدوه في الصحور كيعطيكم قوة لا بالنسبة المقاومة لا اعطاشو كذلك حتى بالنسبة لهاديك الصخفاء او النهجة اللي كتجي في القلب واعطوه الوليدات ديالكم فوق ديال امتحانات فعلا عصير رائع كتحسين بالنتيجة من اول مرة والحاجة اللي يزوينة فيه يمكن انهم يخدو حتى الناس لحوامل ولو ما يكونش عنهم فقردهم ما بقى لي الا نودكم والى اللقاء في حلقات اخرى اشتركوا في القلب اشتركوا في القلب اشتركوا في القلب